أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة معنا ضيف هو واحد من الزمن الجميل عارفين يعني الزمن الجميل الزمن اللي كان بفكرنا بكل حاجة حلوة هو ضيفنا واحد اتولد داخل النادي الأهلي عارفين يعني اتولد في النادي الأهلي عاش طفولته في النادي الأهلي يعني معجون بمية النادي الأهلي يعني هو عاشق للكيان بدأ فيه لاعب استمر بكل فترة صغيرة جداً كانت قصيرة جداً ده بسبب ايه؟ سبب حرب 67 اللي هي نهت على نجوم كتير جداً وناس بطل كتير قوي لعيب كان إمكانياته عالية جداً ومهاراته كانت عالية جداً لعب للنادي الأهلي لفريق الشباب والممتاز كلام لسنة كم؟ سنة 58 من 58 لحد 72 وبعد كده لما هو بيلعب في الفترة دي راح إعارة لنادي أهلي بني غازي ده موسم سبعين 72 هو حاصل على بكريوستر بيه رياضية في يونيو 69 واتجه بعد كده يعني لكم الحرب دي نهت على لعيبة كتير جداً لعيبة كان لها سولات وجولات على مستوى الكرة المصرية والتعرفين الكرة المصرية قبل 67 كانت حاجة يعني بسم الله ما شاء الله بعد ما بطل كرة بسبب الحرب اتجه للتدريب بس اتجه للتدريب بدري قوي حصل على دورات وأكاديميات منها أكاديمية أكاديمية برازلية لكرة القدم كلام ده كان سنة 84 وحضر فترات إعداد نادي بريمن بألمانيا الغربية كلام ده سنة 86 أنا بنوكم ليه الزمان كان وزارة الشباب ورياضة بتطلع مدربين بتطلع مدربين فترة تعايش مع الأندية الكبيرة بريمن ده كان بطل أوروبا طلع نجمينة وحضر هناك فترة تعايش وحضر وشاف إيه اللي بيعمل وإيه اللي بيحصل وإزاي بيجهز الشبل وإزاي بيجهز الناشئ وإزاي بيتعامل مع العيب الكبير حضر دورات كتيرة جدا منها دورة الاتحاد المصر لكرة القدم سنة 85 والدورة التدريبية للمدربين العرب عام 92 دي العرب كان كل كل المدربين العرب كانوا بيحضروها وحصل على الرخصة ألف ألف دي يعني معناها دي نمبر وين وحصل لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 2012 واثناشر تقريبا آه عنده بقى الخبرات التدريبية كبيرة جدا واحدة يقول لي طب هون ما لعبش كرة كتير إنما أقول لكم سبب الحرب هي اللي بطلته وفي نفس الوقت اشتغل في التدريب اشتغل وطلع النجوم كبيرة قوي 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 وانا مش عارسة أحرى بقى النجوم دي اللي ما هو يقولها أولا خد عندك بقى في التدريبات تصفيات منطقة ارتباط الشرق الأوسط اللي هي مع منتخب السعودية سنة 74 و75 تدريب المنتخب السعودي العسكري اللي هو وصل لنهايات كأس العالم دولي سنة 75 و77 تصفيات المجموعة التانية لبطولة العالم العسكرية ضد ألمانيا الغربية وكان وده وصل بها أول العالم وإيران كان تاني العالم السعودية اعداد منتخب القوم السعودي المشاركة في الأدوار الانتهائية لكأس العالم اللي هي أسيا بطولة أسيا زي الأمة الأفريقية عندنا كده والكلام ده كان سنة 76 مدير فني بعد ما اشتغل في السعودية فترة رجع بعد كده اشتغل هنا في مصر كان مدير فني للهاية العربية التصنيع للهاية العربية التصنيع كانت طلعت ودرجة أولى منتاز كلام ده سنة 69 ودرب النادي لأهلي شباب منذ تقريبا اشتغل سنة 79 ل87 وكان مدير فني أيضا للتفاق السعودي يعني بيروح هنا وهنا ومعظم شغله كان في السعودية ولعب بيهم كاس الملك كاس الملك على اللي هو كاس الاتحاد ومدرب النادي لأهلي المصري شباب سنة 90 لحد تلاتة وتسعين وهنا ما هتوقف هنا هنا طلع نجوم كبيرة قاوي 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 وهتشوفه قد ايه المدرب لما بياخد دورات كتيرة وبيسقل نفسه وبيروح يعمل على فترة تعاج مرة مع الفرق الكبيرة أبطال أوروبا وأبطال العالم والكلام ده بيرجع حاجة تاني رجع تاني اشتغل مدير فني لفريق جمهورية شبين ده في الدور الممتاز سنة تلاتة وتسعين تلاتة وتسعين أربعة وتسعين وبعدين اشتغل مدير فني تاني ايضا للدور الممتاز لفريق نادي دميان سنة أربعة وتسعين خمسة وتسعين واشتغل مع غزل المحلة درجة أولى والصعود للممتاز سنة ستة وتسعين سبعة وتسعين ومدير فني ايضا لغزل المحلة مرسيمين واربع دي ممتاز في فرق بين الدرجة الأولى في فرق بين الممتاز ممتاز كان من سبعة وتسعين لتسعة وتسعين وبعدين اشتغل في بلدية المحلة دوري ممتاز برضو ومدير فني للنادي الولومبس كندرية دوري ممتاز به وكان 2002-2003 تقريبا كده ومدير فني النادي القناة واشتغل مدير فني الاندية كتير واشتغل للمنصورة واشتغل بعد رجع تاني مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي سنة 2016-2017 واشتغل كمان في التحليل الرياضي في وسائل اعلام المختلفة قناة دريم وقام بالتحليل المباريات الرياضية لو تفكر الزمان كان فيه زي بين سبورت كان الارتية اول ما بدأ وكان حاجة جمد اول واشتغل في جزيرة فترات بسيطة وبعد كده اشتغل في قناة النيل ومازال معانا هنا في قناة النادي الاهلي فضيفنا النهاردة عنده سي بي كبير اوي في التدريب اقول لكم هو لعب فترة بسيطة انما السي بي بتاعه في التدريب حاجة جميلة اوي يطلع يدرب منتخبات برة يرجع من حبه وعشقه للنادي الاهلي يرجع يمسك الشباب ما عندوش الكلكعة ما عندوش الحاجة اللي هي انك لأ انا دربت فريق اول برة او مسيطة فريق اول في الدوري المصري لازم ارجع على النادي الاهلي الفريق اقول لا ما عندوش هو عاوز يخدم القيان بيخدم القيان في ايه طلع ناشئين حاجة فوق الوصف انا طولت عليكم طبعا انتوا عرفتوا ضيفنا وليه تاريخ كبير اوي هو الكابتن عادل طعيمة شكرا